إلى ملفنا للنقاش الذي خاصصنا لهذا الموعد الإخباري بمحورين اثنين وبعد الانتشار المخيف لكورونا بالجزائر نشاطاء يستثمرون في العالم الافتراضي للتوعية خوفا من كورونا مواطنون يعتمدون على التطبيب الذاتي كل هذا أكثر مع الأستاذ نزيم طالب صيدة لو ناشط أيضا عبر تطبيق تيك توك كنا بيك سيد كريم شكرا لكم الدعوة شكرا لكم السلام عليكم إن شاءكم بخير بصحتكم نباش كنا نتعرف على الإستضافتك نشكر تاقم نهارا الإستضافتك مربيانو مزين من تعلق والتفوق إن شاء الله إن شاء الله في البداية طبعا نريد تعريف المشاهد الكريم أكثر بنزيم وما يقوم به أيضا عبر تطبيق تيك توك أولا فسأنا نقيم بنزيم محدود شنسان جسو يتوديون ونخدم أنم ممتان كيمائي الجزائري نعم جسو كرياتور دو كونتين صعنا لي محتوى في تيك توك والإنستاغرام ماذا تقدم عبر تطبيق تيك توك والإستاغرام أيضا؟ نقدم اكترتها نصائح في طب البديل وين كيف يستخدم الأدوية وين تكونها سافر فيداء نفيد المجتمع أن نحطها لماذا اخترتم العلم الافتراضي وأيضا الأدوية كموضوع أساسي في الفيديوهات التي تقومون بنشر عبر تيك توك؟ استخدمت العلم الافتراضي ولا أكترتها تيك توك بس تيك توك هو تطبيق لجميع الناس عندهم إن شاء الله بيباطع الناس عندهم صغير كبير قاس جميع الفئات العمرية كيف يصمت لك على الأدوية؟ أنا ما أبغلش كثرتها غير على الأدوية كثرتها على طب البديل تاني كيفية الاستخدام؟ يعني لقيت أن تيك توك هو وسيلة باش نقدر نوصل الميساج ونفيد المجتمع ما هي أهم الرسائل التي تحاول أن توصلها إلى المجتمع من خلال تيك توك؟ تبعنا في التقرير الذي تم إنجازه عليك في الزميلة هاجر أبو علي والفيديوهات الكثيرة التي تقوم بنشر عبر تطبيق تيك توك في كل مرة تختار علبة أدوية وتختار دوامة وتقوم بشرحه للمتابع لك عبر هذا التطبيق ماذا تقدم لهم بالتحديد؟ هي بالتحديد المواضيع اللي نقدم فيهم كما قلوا يزابوني تولي المتابعين تبعهم يخيروهم وينسيين مدلهم زيما دي بخودوا يكونوا إيفيكاس ملاحوا لازم نشوف القدرة الشرائية عن الناس هذه أولا سنسيين نبسط لهم المعلومات باش أي واحد يقدر يفهمني وردية سنسيين نبسط المعلومات كيف تشوف أنت اليوم تفاعل تفاعل الناس مع المواضيع اللي تقدمها لهم عمرات تيك توك كيف يكون تجاهب وتفاعل؟ الحمد لله تفاعل إيجابي هذا الذي يجب أن نتابر ونشتع كتر وكتر في المجال هذا نصف بليزر كنتخل نشوف الكومنتر كودي كومنتر بوزيتيف وإن بالعكس هم يزيدوا يعاونوني ما شاء الله لهم تحية خاصة لزابوني تولي متابعين تولي قليل ونشوف اليوم كما تحدثت على التعليقات الكومنتر يكونوا بوزيتيف لكن لما تصفح تشوف في الكومنتر تلقى أغلب تعليقات سلبية لأنه تشوف أن المتابعة لتلك الصفحة مجرد متابعة للمواضيعها ولا بمحتوها لكن لما تلقى صفحة وين الكومنتر في هذه الصفحة والمتابعة لتلك الصفحة يعطيه أهمية للمحتوى التحافة هنا تشوف في المتابعة يستفاد مما يتم تقديمه له عبر تلك الصفحة هي درجة على حسب الهدف تعليقات سلبية كما أن الهدف تلك أنا لو فات قلت لك نفيد الناس ونصد كومنتر تقول أنه يقول لك الصحة يدعو لي يداوت الخير هذا يزيد خلين يزيد نتابع شوو بيني وبين المتابعين تلك يوجد مؤمن لأنه ما يريد لهم شوو سيباد لا ببوب يعني ملو بيت تايم مني بدي تيكتوك تلك أنا معروف أنه مديش كامل يبوب فعالة اليوم عدد كبير المواطنين أصبحوا أو خوفا من إصابتهم بكوفيد 19 في الجزائر أصبحوا يستعينون بما يعرف بالمكاملات الغذائية والفيطامينات من أجل تقوية مناعتهم يقول لك لعله وعسى أصابني هذا الفيروس فبالتالي نكون محضر له لنكون جهز له فهو يروح يشري أدوية مباثلة كمكاملات غذائية وفيطامينات كيف تشوفون وما إلى هذا النقطة يعني أنا من ناحيتها يشوف يلجأ إلى مكملات غذائية خمي يلجأ إلى أدوية مكملات غذائية يعني الأغلبها ما فيهاش أغطار جانبية لكن لازم يتقيد بالجراء المواصلة بها ميكوش آنكسي يزعم أنسي يغضوز عجول خاصة المكمل غذائي اللهم يخدمون بي بارتي الناس هذه البريودة وهو الزنك كما نعفو زنك يعد من المعدن الضرورية لفعالية عمل الجهاز المناعي على بي الناس هذو الزنك هذو الزنك رح يعاونهم يبوسي لسيستام يميليوني تاهم وما لا غالب عليهم من خوف تاهم يتقو إلى مكملات يقول لك بش بك أنا من مرج يسوفي بات قولوا بزباغات لا غالب ما عليش يقولوا يتقو إلى مكملات غذائية أحسن خيم يروحوا للأدوية وتناول مكملات غذائية يكون ما يكونش بطريقة بطريقة ما تناول شاك دبر يعني يجب أن تكون بطريقة مدروسة نعم نعم ما سواء يأخذ لفعالي أو هذا يجب لازم جيد لأن التطبيب الذاتي اليوم يمكن نقول بأنه يدمر المناعة ويكبحها وبالتالي يسبب إعاقة في تشخيص بعض الأمراض أيضا وقد تتسبب أيضا في أمراض بماذا يمكن أن ننصح اليوم حتى نقرب الصورة أكثر للمتابعين أن التطبيب الذاتي ما هو شحل خاصة لما يكون في وضع وبائي كما هذا هذا الفصادي أنا أشوفها كما في وضع الفات التعليق وأن الناس يأخذوا الأدوية عشوائيا أمي يجو أمي يتكلو على الفرامانسيان أو على الصيدلي لكي يشخص الحالة تحوي منهم أدوية وهذا الفصادي غالطة لأن المدسان يقوم أو يقالي لكي يأخذ هادي لا ولا زي ما تتبع زي ما صاحبك ولا زي ما تتبع أي واحد من فميتك يقول لك بلي أنا خديت هدوية فهدنية تحتشرح هذا الفصادي غالطة يعني هادي صفادي وفي مزور يعني دي كونسيقنس ما وخيمة كما قولوا ومن مستحسن أنه لازم دائما يرجعوا الفرماسيان أو لا الطبيب باش بسك الفرماسيان سي لابرمير المتابعين لك أيضا تلقى أنت من بعض الأسئلة المتابعين لك عبر تطبيق التيك توك أو من خلال تعليقاتهم طبعا أنه تنصف في هذا الموضوع لأنه تلقى بلي بالك يقترحوا أدوية لنفسهم ويسألوك هل كهذا الدواء فعال مش فعال مليح مليح نتناولوا الآن ما نتناولوش أنا نخلي لهم المجال هذا المجال الأدوين يكون سي زعمال الناس في الكومنتار نخلي لهم دائما في الكومplement والمتاع والطب البادل التي تكون كالكشوز كما أقول دي سبستانس ناتورال نخلي لهم مش مجال في الأدوية لأن الأدوية لن نحن ودي فارمانسيان لن تكون فارمانسيان وثالة ساعات من تغيبنا كيف أشألو نساء المسكين واحد يكون سي أدوية لكن في مجال تحيي خاصة لهم يعني ما دابعا نزيدون نشجع لطب البادل في البريودة جميل بما يمكن ننصح المتابعين في ظل وضعي الوضعي الحالية وزدياد الأخبار المغلوطة الكاذبة حول كورونا والتلقيح والأدوية خاصة عبر العالم المفتراضي لأنه كما فيه بعض الصفحات تحاول أنها تلعب دور الفعال من خلال التوعية وتحسيس مخاطر كوفيد-19 مثل صفحتكم التي تحدث على الأدوية وتحاول أنه إبراز للمتابع لكم أنه هذه الأدوية ودورها وكيف يجب تناولها وما إلى ذلك اليوم موقع الاجتماع أصبحت سلاح سلاح دو حدين اليوم ماذا يمكن ننصح المتابعين حتى يفرقوا بين المحتوى المفيد والمحتوى المغلوطة والكاذب هذه صح خاصة اللقاح اللقاح أنا نشوفه من ندخله في غيزو أو في المواقع التواصل الاجتماعي أنا نشوفه الناس كل يحده ويهدر كان يقولوا ماشي منح كان يقولوا منح كان يقولوا عملت موت كان يقولوا زي ما تولي يسبب لك العقل هذه الأسلح يعني باش ننضير ونقوله عفسها أنه هاد اللقاح هذا يعتبر الحل المثالي ولا الحل النهائي من ناحية العلمية لهاد البروضة هذه بسك شغل اللقاح رح يعتمد على المناعات تعنا ويهيئها للتصدي سريع والفعال هاد المرض هاد مشي تسمى وحد كي تدير اللقاح مش حيمرض بالكوفيد ولا مش حيصاب بالكوفيد لكن حتولي محمي متولي شغل عندك احتياج للوكسيجين كمانا نعرف في هاد الأوينة الأخيرة او نقص كبير في الوكسيجين ولا الغرف لإنعاج مستحسن يعني نوجه رسالة كم كرياتور دو كونتيني لكيب لازم تلجؤ باش نديروا هاد اللقاح هاد بسيجين في هاد البروضة هاد لازم نوقف نديروا يد واحدة قبل ميد ضربة كيف اختار الولانية بسك عينا منو الكور ميديكال عياء عياء لأن الوضع اليوم يحتم تضافر جهود جميع الحد منتشار هذه الوباء والحفاظ على صحة المواطن أيضا وأنتم أيضا لكم دور خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحتك عبر تطبيق التيك توك يجب أن تلعبوا هذا الدور فيما يقص خضية التهية والتحسيس من مخاطر كوفيد 19 وأيضا لما لا نتجه لأنه اليوم الأخصائيين سوى تحدثنا عن الأطباء أو الصياد المختصين في هذا المجال نريد أيضا أن ينشطوا عبر موقع التواصل الاجتماعي حتى يقدموا محتوى والمواطن والمتابع لا يلجأ إلى الأخبار الكاذبة والمغلوطة عبر موقع التواصل الاجتماعي أنا نشوف في الأوين الأخيرة كل أحد يحضر ومنون يروا يشوف كل أخطاء يحضر ويشوف طبيب يحضر إنفرماسي قال ما لش نعم هذو يصن كاليفي بوصة بش واحد أي مواطن يحكم زمان دي فيديو لا هذا غلطة ويعني هذا الضر نحنا الضر المصداقية أيضا الطبيب والمصداقية الصيد ومبعد نحن يقول لك ما يسمع يقول بها ويقدب هذا ويكل خن هذا غلطة جميل ماذا يمكن أن أقول في الأخير لكل من يتابعنا اللحظة كل من يتابعكم أيضا عبر تطبيق التيك توك ولبس أن تعرفنا أيضا بالصفحة صفحتك صفحة هي doc نازم d-o-c point نازم نازم ناشكر المتابعين نتواعنا وكذلك المتابعين نتواعي وقالنا نحبهم من الموت عليهم وربي شهد علي واني إن شاء الله نزيد نجتهد ونتبر بشيء المحتوى أحسن إن شاء الله إن شاء الله وانتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله إن شاء الله هيعطيك صحة شكرا شكرا جزيلا لك